بطولة طبعاً يعني خارج نطاق التواقعات آه فيه منتخبات تقيلة وآه فيه نجوم على أعلى مستوى وآه فيه دافع خد بالك أنه بذات يعني كلاس إيه أو النجوم اللي هم السوبر ستارز بكلمك على مستوى ماسي بكلمك على أمبابي بكلمك على كريسان رونالدو الناس دي حققت نجاحات وحققت ألقاب وفازت بلقب الأفضل بلوندور باست هداف كتير جداً ونبس التيشيرتات أهم الأندية يعني رونالدو لعب في اليونيتد لعب في الريال لعب في اليوفي ميسي لعب في البرسا لعب في بي أش جي لكن في النهاية يبقى حلم التتويق بكاس العالم هو أهم هدف أنا بتهيئ لي لأي لعب كرة جاء على وجه الكرة الأرضية أحساسك مع تيشيرت منتخب بلدك أحساسك بالوصول لأهم لقب على مستوى المنتخبات إحنا هنا بنفرح جداً لما بنتوج بلقب بطولة أفريقيا لأنه أحساس أنك وصلت للطب على مستوى القرى بتاعتك ما بلك لما تكون الأفضل على مستوى العالم بكل مدارس الكروية الأوروبية منها واللاتينية والأسيوية يعني بيبقى قصة تانية خالص ودافع تانية خالص وخصوصاً البطولة دي ممكن تكون الأخيرة لعدد كبير كمان من النجوم يعني أنت بتتكلم على أنه ميسي غالباً آخر نورس هتشوفه فيها في كاس العالم ومحقاش اللقب لغاية دلوقتي ودي واحدة إذا كان يعني في ناس بتقولك ميسي هو أعظم لعب كورا جي في تاريخ اللعبة لو محقاش لقب كاس العالم هيبقى الايقونة دي أو التايتل ده أو اللقب ده منقوص ما ينفعش تبقى الأفضل في التاريخ ومتحقش ما تجيبش لبلدك لقب كاس عالم فميسي داخل بتحديات ودافع رونالدو نفس الحكاية ممكن تكون آخر بطولة دي فبالتالي ومع غياب طبعاً نجوم كتير لكن في النهاية أشوف أنه الأجهز لو تيجي تحسابها وراء وقلم اللقب ما ليس علاقة بالوراء والقلم لكن لو تحسابها وراء وقلم أشوف المنتخب البرازيلي السنادي نسخة 22 هي الأقوى في البطولة فيه منتخبات هتكون حضرة وهتنافس أرجنتين أكيد فرنسا بالتأكيد بلجيكا موجودة في الصورة هولندا متى درشة السبعيد وإن كان يمكن دائماً المنتخب الهولندي عودنا أنه منتخب قوي جداً على مستوى الأفراد لكن ما فيش شخصية البطل دايماً بيوصل للأمطار الأخيرة بس ما بيعافش يفنش ألمانيا مش أحسن حالتها لكن هانس فليك مدرب محترم جداً وألمانيا دايماً عودتنا أنها برضو ممكن تقدر ترتب أوراقها بسرعة جداً لكن في جميع الأحوال هتبقى بطولة ممتعة ونتمنى إن شاء الله نشوف كرة فيها على أعلى مستوى بعد ما نفنش